التصورات الشائعة عن الملائكة تصورات غلط يعني تبصي مثلا حضرتي تشوفي في اللوحات اللي بترسم في مثلا في عصر النهضة تبصي تلاقي بيرسيهم الملائكة عبارة عن حاجة تشبه الطفل وليجي إنها حد ذهبية ومش عارف وحواليه الهلل اللي هي بتاعة القديسين دي لا دي التصورات دي الملائكة مش كده على فكرة الملائكة اللي ورد في وصف بعضهم إنه هم مخلوقات عظيمة هائلة حتى إن النبي عليه السلام حجمهم يعني حجمه وقوة وحاجة يعني مش بيبي خالص مش الكيوت دا اللي انت بتشوفيه في الصور الاستاذجة دي فالنبي عليه السلام مثلا بيخبرنا عن سيدنا جبريل إنه هو رأاه مرتين على هيئته مرتين مرة منهم شافوا بيسد الأفق من الحجم العظيم وله 600 ومرة تانية شافوا له 600 جناح 600 جناح والنبي عليه السلام يعني أربط الناس جأشا وأكملهم حالا والشجاعة والقوة ومع ذلك لم يستطع أن يتحمل فأغشي عليه لما شاف جبريل على هيئته في حديث أبي داود حدثنا أن هناك قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش اللي بيحمله عرش الرحمن عرش الرحمن ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة يعني إيه بقى الحجم العجيب دا طب يعني إيه شحمة أذنه ما بين لو تصورنا يعني بالشكل الأدمي ما بين دي شحمة الأذن دي اللي بنقول عيه حلمة الودن والعاتق دا دا كده 700 سنة؟ من هنا إلى هنا 700 سنة تمشي 700 سنة عشان توصلي شوفي الحجم العظيم دا فالملائكة مش بالشكل دا